مع كل زيارة رئاسية إلى الصين ونتساءل ما الذي تريده مصر من الصين لو التعاون موجود بالفعل التعاون موجود ومصر بتسعى أن هي توسع دائرة العلاقات الاقتصادية والمنافع الاقتصادية التي تتح لها من دولة صديقة زي الصين دي القمة السادسة بين الرئيسين القمة الأولى كانت في ديسمبر 2014 وبالتالي إحنا في 2018 وبالتالي ده يشير إلى حجم هذا التواجد واستمرارية العلاقة الطيبة في اتفاقية شراكة استراتيجية بين الدولتين في رغبة صينية في الاستفادة من الموارد المصرية والإمكانيات المصرية مع تواجد خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتطوير الإداري في مصر لعمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أعتقد أن في الفرص بتتوالد والفرص بتتكاثر فيما يرتبط بالعلاقات المصرية الصينية بالذات خاصة وأن الصين كمان عندها هذه القابلية لأنها تستثمر في مصر وأنها تعمل مع مصر أكثر من 1500 شركة بتعمل في مصر استثمار بيصل لحوالي 5 أو 6 مليار دولار ميزان تجاري في صالح الصين بمقدار 11 مليار منهم مجرد 500 مليون بس من جانب مصر نضيف بقى لكده المبادرة الجديدة اللي أطلقتها الصين اللي هي مبادرة الحزام طريقة الحلير اشتركوا في القناة